معنا من حصبية جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي صابر أيوب إذن مع تجدد القصف الضحية الجنوبية ما هي الأحياء أو المناطق المستهدفة هناك؟ هذه الغارة تأتي على الضحية الجنوبية بعد تحذيرات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يبدو أنها استهدفت حي الشويفات أو منطقة الشويفات بالضحية الجنوبية بعد غارة كانت قد سبقتها أيضا وسبقها كما العادة وكما كل ليلة تحذير من الناطق أو أمر بالإخلاء من الناطق باسم الجيش الإسرائيلي عادة لا تتوقف مثل هذه أو لا تقتصر مثل هذه الغارات على المباني المحددة فقد بل تكون مفاجآت تضرب مباني أخرى لم يتطرق أو لم يحددها الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على الخرائط التي يبثها كل ليلة ويحدد فيها مباني يجب أو يأمر بإخلائها لأنها ستقصف يحدث ذلك في العادة قبل أو بعد عشر دقائق إلى عشرين دقيقة من صدور الأمر بالإخلاء هنا لا يختلف الحال أيضا على البلدات والقرى الحدودية وكذلك في باقي مناطق لبنان غارة قبل بعض الوقت على منطقة المصنع وهي المنفذ الحدودي بين أو المعبر الحدودي بين سوريا ولبنان هذه الليلة أو المرة الثانية التي يتعرض هذه النقطة تتعرض إلى القصف في أقل من 24 أو في ضرف 24 ساعة كذلك هناك أنباء عن غارة أخرى على سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في منطقة تجوية في قضاء سور وكذلك قبل قليل دوت هنا عديد من أصوات المدفعية وأيضا فيما يشبه رشقات أو رشقة ساروخية لم نستطع تأكيد ذلك في هذا الظلام الدامس والدوي دوي القصف الذي أيضا يتضاعف مع وجود هذه المنطقة بين جبال على كل إن كانت قد دوت سفارات الإنذار في الجهة الأخرى من الأراضي الفلسطينية وتحديدا في كفار يوفال التي دوت بها سفارات الإنذار قرب أيضا أو على أطراف بلدة كريات شمونة التي أصبحت منطقة عسكرية أو من بين المناطق العسكرية تذلك القصف المدفعي نعم دعنا ننتقل إلى القدس مع مراسل